عصلا ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحديث اليوم بش نحكيه على تطورات كبرى ستشهدها تونس بعد زيارة رئيسة الجمهورية قيسة سعيدة إلى مصر شقيقة وبتبيعة هذة اللي كشف عليها مصدر معروف جدا في البرلمان وهذة اللي بش نعرفوه مبعضنا حاليا حيث كتب نائب الكرامة عبدالطيف العلوي ما هو مخفي في زيارته إلى مصر أكثر مما معلن بكثير نحن اليوم صرنا متأكدين أننا أمام كبينة رئاسية تدور أخطر أحديثها وتطبخ قراراتها في الغرفة الخلفية السوداء وقد طلعوا أنتم الغرفة السوداء وليس أدل على ذلك من التسريبات الأخيرة ستكتشف الحقائق بالتأكيد وبتدرج يوميا ويوم بعد يوم بالتسريبات أو بالتحاليل أو بالتأويلات شي اخر ويحكم ما هو مؤكد بالنسبة للجميع الآن أن هذه الزيارة لم يكن لها أي برنامج عمل اقتصادي تجاري أو استثماري أو مالي أو حتى سياحي أنت أول كيف ما تحبه كل واحدة عنده مخه في الدنيا هيري ينجم يفهم بها الحاجة كيف ما يحبه ومش كيف ما تحبه أنتم لأنه أنتم عمركم ما حبيته الحاجة لبيه ولا عمركم حبيته قيس سعيد لأنه هو الوحيد الذي يوقفه التونس هو الوحيد الذي يوقفه مع الشعب التونسي ومتنج مش تعضوه علينا بالكل مهما قلته وما هو مؤكد أيضا أن الملف الإنقليبي كان هو موضوع الرئيسي وهذا بالتصريح وليس بالتلميح لأن مفهوم مقاومة الإرهاب عند السيسي هو مفهوم الإنقليب لا أكثر ولا أقل وما هو مؤكد أيضا أن المخابرات الإماراتية والأنف السيهيوني موجودان بقوة في الحيثيات والخلفية المناخية والسياقية التي تتم فيها هذه الزيارة وما هو مؤكد أيضا وأخيرا أن هذا البلد الحرة سيعرف في اللحظة المناسبة كيف يدافع عن ثروته وحريته بأظافره وأسنينه ويردوا كيد الكائدين وإنه الكلمة هذاش بك ما قلتوش للنهضة ليش عشر سنين نقل في تول قيسة عيدة لحول الأقوة اللي بالهوني يسافر قيسة عيدة البلاد من أي بلدين عربية يدخل بعضهم وما عادش يفرزوا حتى حاجة وليمرضوا وليموت وما تنسيوش لايك واشتراك وبي باي